بدأ بعد أن استقرت الأوضاع في العراق وكانت هناك توترات واستقرت شيئا ما وضع قائدا اسمه عبد الرحمن بن الأشعث كان فارسا وكان قائدا وكان هو يعني عبد الرحمن بن الأشعث وكان لا يحب الحجاج بن يوسف فبدأ عبد الرحمن بن الأشعث يسير في الفتوحات شيئا فشيئا حتى وصل إلى درجة أنه أصبح عنده أتباع كثيرين وصل أتباعه إلى أكثر من ثلاثين ألف فارس وعنده أكثر من مئة وعشرين راكب وكان معه العلماء والشعراء أصبح شيئا كبيرا جدا فاختار هذه اللحظة عبد الرحمن بن الأشعث كي ينقلب إلى الحجاج لأنه يعتبر أنه هو ظالم فالعلماء الذي شجع عبد الرحمن بن الأشعث كي ينقلب على الحجاج هو العلماء والشعراء كان كبار العلماء مع عبد الرحمن بن الأشعث وقالوا له أنت الآن صاحب سطوة وقوة وعليك أن تخلص أهل العراق وتخلص المسلمين من الحجاج بن يوسف فهذا جعله يتقدم لهذه الخطوة من ضمن الذين كانوا مع عبد الرحمن بن الأشعث كان سعيد بن الجبير الذي قتله الحجاج لاحقا سعيد بن الجبير هو من كبار التابعين تتلمذ على يد سيدتنا عائشة رضي الله عنها وكان تلميذ أبو سعيد الخدري وكان أيضا من كبار التلامذة الذي تتلمذ على يد سيدنا ابن عباس وكان أيضا مسلم بن يسار هذا كان من كبار العلماء أيضا حتى أنه فاق الإمام الحسن البصري في ذلك الوقت فتشجع عبد الرحمن بن الأشعث وتوقف عن الفتوحات فوصل النبأ إلى الحجاج بأنه توقف عبد الرحمن بن الأشعث عن الفتوحات فأرسل إليه عبد الحجاج بأن استرسل في الفتوحات ولا تتوقف فأرسل غضب عبد الرحمن بن الأشعث من هذا الكلام وقال له أنا خلعت بيعتي لك لأنك رجل ظالم وأنا قادم إليك بجيش إلى آخر الله أعلن تمرده علي أعلن التمرد وكل العلماء والشعراء يعني يشجعون عبد الرحمن بن الأشعث بكونه أنه هو المنقذ الذي سيكون ولكن واحد من العلماء طبعا قال لعبد الرحمن بن الأشعث يفضل أن تذهب إلى الإمام الحسن البصري لأنه رجل معروف فإن كسبته معك فيكون هذا نهاية الحجاج بن يوسف فذهب أرسل مرسل إلى الحسن البصري وجمع من الناس فقال لهم الحسن البصري إذا كان الحجاج بن يوسف الثقافي هو عقوبة من الله فسيوفكم لن توقف هذه العقوبة وإن كان بلاء فاصبروا على هذا البلاء يعني لم يؤيد هذا العمل لأنه سيقع هناك كثير من الدماء ما بين المسلمين وكانت هذه الحجاج كان عنده جيش كبير وعبد الرحمن بن الأشعث كان عنده أيضا جيش كبير لكن الحجاج مؤيد من الخليفة جيش مؤيد من الخليفة وحين سمع الحجاج بزحف جيش عبد الرحمن بن الأشعث إليه أرسل للخليفة عبد الملك بن مروان كي يرسل إليه جيوشا ولكن تباطأ عبد الملك بن مروان هذه النقطة بالذات يعني جعلت المسلمين في ذلك الوقت تخسر كثير من الفتوحات لأنهم بدأوا ينشغلون بمشاغلهم الداخلية كما نرى اليوم ما بين الدول العربية والإسلامية كل فتنة تحصل في الدول العربية أو الإسلامية وينشغل المسلمون فيما بينهم يفوتهم خير كثير هذه الدماء تصور وهذه السيوف وهذه القوة وهذه الإمكانيات تتوجه فيما بين المسلمين فكان هناك أيضا أحد العلماء اسمه المهلب أرسل إلى عبد الرحمن بن الأشعث في أن يكف يده لأن هذه ستكون فتنة كبيرة ما بين المسلمين ولكن عبد الرحمن بن الأشعث لم يسمع للمهلب القصة طويلة حقيقة أنا لا أريد أن أسهب فيها لأن ليس هذا هو مقالنا الذي حدث في نهاية الأمر أن عبد الرحمن بن الأشعث هو وجيشه قد هزم في المعركة المشهورة التي تسمى بدير الجماجم وكان هذا وآخر التمرد على عبد الملك بن مروان فاستطاع الحجاج بن يوسف الثقافي أن يئد كل الصراعات الداخلية ويسيطر على الوضع وبدأ يحفر الآبار وبدأ أيضا يعني يفتح الفتوحات وكما قلت لك وصلت إلى بلاد السند والهند وبدأ الآخر مرحلة عبد الحجاج بن يوسف الثقافي بدأ يلاحق يعني سعيد بن جبير حتى أنه أمسك به اشتركوا في القناة